بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمسلمين وخليل رب العالمين محمد الصادق الأمين وعلى آله واصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا والدرس الخابس عشر من تدرسنا في بداية المجتهد ونهاية المقتصد ووصلنا إلى الباب السادس وهو آخر باب من أبواب الطهارة حتى ندخل بعد ذلك في باب أو كتاب الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى آداب الاستنجاء قال وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندم وهي معلومة من السنة كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة وترك الكلام عليها والنهي عن الاستنجاء باليمين وأن لا يمس ذكره بيمينه وغير ذلك مما ورد في الآثار وإنما اختلف من ذلك في مسألة واحدة مشهورة وهي استقبال القبلة للغائط والبول واستدبارها واستدبارها فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال هذه المسألة يعني ذكرها أهل العلم وهي قضية الاستنجاء وآداب الاستنجاء والأصل في ذلك كما نصى كثير من أهل العلم أن كل ما ورد فيما يتعلق بآداب الاستنجاء أو آداب مطلقة في الطهارة وما يتعلق بالنوم وآداب الطعام والشراب الأصل في الأوامر فيها الندم والنواهي فيها الكراها هذا عليه أكثر أهل العلم إلا أن هناك إشكالا في حديث الأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال لأنه ورد في الحديث إنما يأكل الشيطان بشماله ويشرب أو كما قال صلى الله عليه وسلم والنهي عن التشبه بالشيطان مكرون أو حرام حرام لأنه شيطان والله عز وجل قد طرده من رحمته ففي هذه الحالة أما كل ما ورد من آداب النوم والطعام والشراب ودخول المسجد وخروج من المسجد ودخول البيت والخروج كلها هذه الآداب تندرج تحتها ما يسمى بالأوامر فيها ندب والنواهي فيها للكراه ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى يعني بعض هذه الآداب وكل أدب من التي ذكرها موجودة بأدلتها فكما قال كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة ثبت في العديد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد قضاء حاجته أبعد المذهب يعني ذهب بعيدا حتى لا يرى من الأعين للناس ويستحب كذلك إذا كان هناك يعني اختلاط في الناس وقد بعد ألا يرفع إزاره حتى يدنو من الأرض يعني أو هنا أحيان بعض الناس وهو داخل الحمامات أكرمكم الله تعرفون أحيان حمامات تكون صيب يعني طويل أو مكان طويل الحمام الأول الثاني الثالث هذا مساعد كبير فبعض يرفع إزاره وهو لم يدخل الحمامة بعد وهذا كشف للعورات لا يصح قال وترك الكلام عليها يعني يكره نص الفقهاء جمهور أهل العلم كراهية الكلام وقت قضاء الحاجة لأنه ربما يأتي على لسانه كلام فيه ذكر الله أو فيه شيء مما يعني لا يستحب فعله في قضاء الحاجة فبعض الناس مثلا يتكلم مع صاحبه وهو في الحمام أكرمكم الله فتأتي معنا قال إن شاء الله سأتي معكم انتظر وقال له لا تذكر الله في الحمام قال استغفر الله أذى يعني يتمهد فالأولى ترك الكلام لكن لم يرد فيه حديث إلا ما ورد في حديث ضعفه كثير من المحدثين لا يخرج الرجلان يضربان الغائطة كأسفي عورتيهما يتكلمان فإن الله يمقت على ذلك هذا الحديث بقريب من هذا اللفظ حسنه بعضهم ولكن يعني قال كما يقول الشيخ الألباني وغيه أنه حديث ضعيف وفيه علل وبعضهم قال يعني فإن الله يمقت ذلك المقت يعني أشد من الكراهية المقت والبغض و فقالوا لأنهما يكشفان عن عورتيهما يعني الشاهد أنهي عن كشف العورات وليس فقط للكلام نعم قال والنهي عن الاستنجاء باليمين والنهي عن استنجاء ثبت في الصحيح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمسن ذكره بيمينه وفيه رواية ولا يتمسحن بيمينه فيكره لمس الذكر باليمين والتمسح باليمين كذلك وغير ذلك يعني مما ورد في الآثار لكن المسألة التي طبعا من المسائل الاستنجاء كذلك بعضها أشياء واجبة كأصل الاستنجاء أو الاستجمال بالحجار وأن يكون بثلاثة حجار كما صحى في الحديث ويستحب الوطر أن يؤتر بهن فإذا انتهى من المسح بست أو بثمان زاد واحدة إن كانت ستا زاد واحدة حتى تصير سبعا وإن كانت ثمانيا زاد واحدة حتى تصير تسعا من باب البتر لما صحى في الحديث وإذا استجمرتم فأوتروا نعم وغيرها من الآداب دخول باليسار خروج باليمين أذكار أعوذ بالله من الخبث والخبائث ويزيد في بعض ربيعات كما عند ابن ماجا وغيره بسم الله اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم أن يقول رجل بسم الله حين يضع ثيابه إذا قال الإنسان بسم الله فإن الجن تستر عليهم عورات ابن آدم لأن الجن يتطلعون إلى العورات منهم يعني من فسقة الجن ولربما تلبس جنيا بإمرأة جميلة أو تلبست إمرأة من الجن برجل من الإنس هذا مذهب أهل السنة والجماعة أن التلبس واقع وحقيقة موجود كالذي يتخبطه الشيطان من المس أستدل بهذه الآية فالأصل أن الإنسان حتى لو كان في غير الحمام حين يضع ثيابه يضع يعني يخلع إذا أراد أن يغير ملابسه مثلا يقول بسم الله قبل أن يخلع ثيابه فإذا قال بسم الله جاء ستر من الله تعالى بينه وبين أعين الجن وإذا خرج قال غفرانك قالوا يعني أستغذر الله ويتوب إليه اختلف أهل العلم لماذا يقول غفرانك بعد خروجه من قضاء الحاجة فقيل أن غفرانك أي اللهم إلا نستغفرك ونتوب إليك لعدم قدرتنا على الثناء والحمد الكافي لما أوليت علينا من نعم هذه نعمة عظيمة أن يخرج منك الأذى أكرمكم الله ولهذا ورد حديث ولكنه ضعيف الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني وهذا حيث ضعيف حيث الذي ورد صحيح غفرانك وقيل غفرانك أي أستغفر الله لهذا الزمن الذي كنت فيه بغير ذكر الله تعالى لأنه في الحمام لا يذكر الله فيستغفر الله عز وجل على هذا التغيير وقيل غير ذلك المهم نحن علينا بالاتباع نحن لا ينسون أن نعرف العلالة والحكمة في التشريعات ولكن من بابي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي طيب المسألة التي اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال وهي قضية استقبال القبلة واستدبارها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأقوال الثلاثة وهي المنع مطلقا والجواز مطلقا والقول الثالث يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء ثم ذكر سبب الخلافة هو حديثان متعارضان ثابتان الحديث الأول حديث بأيوب عن النبي صلى الله تعالى عليه وآل قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا وهذا الحديث متفق عليه والحديث الثاني عبد عمر قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآل سلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس وإذا كان مستقبل بيت المقدس يعني مستدبر القبلة لأن بيت المقدس كان عكس اتجاه القبلة وهذه رواية في صحيح البخاري وهذا لفظه وهي في مسلم أيضا وفي رواية يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشعب وهذه رواية كذلك عند البخاري وفي رواية ارتقيت على ظهر بيت أختي يعني حفصة رضي الله تعالى عنهم جميعا فطبعا عبد الله بعمر ليس معناه أنه رقى البيت عمدا لا كان على أعلى البيت فوجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي حاجته طبعا رآه من الأعلى لا يرى عورته لأن يراه من الأعلى فقط إنما رأى اتجاهه أنه مستدبر بيت أنه مستقبل الأشياء ومستدبر القبلة فهذا فهذا صلى الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا وورد عنه أنه عن ذلك فينظر الفقهاء فيقولون لأنه في البنيان القضية الآن ظهرت العلة لماذا لا يجوز في لماذا فعل النبي صلى الله ونهى عنه فالنه عام إذا كان في الصحراء أو في فلاة من الأرض ولم يكن بينه وبين القبلة حاجز قلت ومذاهب العلماء في ذلك كالآتي مذهب مالك والشافعين وابن المنذر ورواية ليحمد على جواج الاستقبال والاستدبار للقبلة في قضاء الحاجة إذا كان في البنيان وتحريمه إذا كان في الفضاء والصحراء هذا الذي عليه جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية وعليه ابن المنذر ورواية لأحمد وأما مذهب أبي حنيفة والثوري ورواية للإمام أحمد الثاني التحريم مطلقا سواء كان في البنيان أو في الصحراء ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن لا يعني يضع خصوصا نحن عندنا بناء بناء يعني البيوت فإذا كان إذا بنى بيته فلا يبني مثلا الحمام أكرمكم الله البلحاض حيث يقضي حاجته إلى القبلة يعني يعمل العكس اتجاه أو بالأخص يعني شرق أو غريب لكن هنا في اندونوسيا لا يصلح أو غريب لأن القبلة في الغرب فيكون إما شمالا وإما جنوبا لا يكون في الشرق اتجاه لأنه سيستدبر القبلة ولا يكون في الغرب لأنه سيستقبل القبلة فيكون بين الشمال والجنوب نعم اختلف أهل العلم لماذا أن نهي عن استقبال القبلة وأكثر أهل العلم على تعظيم القبلة في ذلك ولأن النبي صلى الله تعالى عليه وآله قال في الحديث الصحيح من تفل تجاه القبلة جاء وتفله بين عينيه يوم القيامة اختلف الفقه أو أهل العلم شراح الحديث هل هذا في الصلاة أو خارج الصلاة فبعضهم قالوا أن هذا في الصلاة فلا يبصق كما جاء في حديث آخر إن العبد إذا قام بين يدي الله تعالى فإن الله يأتيه تلقاء وجهه فإذا انصرف العبد إن صرف الله عنه أو كما قال وفي بعض رواية كان الله في أو تجاه صلاته أو قبلته فلا يبصق فإذا بصق فليبصق عن يمينه أو عن شماله إلا أن يتأذى به المصلي فليبصق تحت قدميه طبعا هذا الكلام فيما إذا كانت الأرض ماذا ترابية إذا كانت الأرض ترابا أما إذا كانت الأرض مثل عندنا فرش أو قطف أو كانت سراميك وأشياء فلا يبصق كان الإمام مالك يشدد رحيمه الله تعالى على قلامة الأطفال في المسجد إذا وجد قلامة الأطفال ما معنى قلامة الأطفال يعني بعضهم مثل الآن بعض الطلاب يضفر في المسجد أو حتى وهو يصلي بعضهم يعني تصبح هذه عادة سيئة لهم أمام الناس وكذا وحتى في الصلاة أو يأكل أذون أصابعه أذون هذه يعني جوانب الأصابع هذا كثير يعني ليس كثير إنما يقول بعض النسلهم هذه العادات حتى لو كان في الصلاة وبعضهم يعني يأكلوا أو يعني يدخل شاربه في فمه هذه يعني أشياء ينبغ الإنسان إذا وقف بين يده الله تعالى يتخيل الوقوف يوم القيامة كما قال ابن أبي ذئب عندما دخل المهدي مسجد النبوي فقام الناس إلا ابن أبي ذئب ما قام فوقف عليه المهدي قال من هذا قالوا هذا ابن أبي ذئب هذا ابن أبي ذئب هذا من شدة تمسكه تكلم على الإمام مالك حتى قيل أنه كفر مالكا لماذا لأن مالكا قال عندما اختلفوا في حديث حديث البيعان بالخيار ما لم يفترق فمالك رحمه الله قال لم يقل بهذا فقال ابن أبي ذئب من رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بعض العلماء عندهم شدة سبحان الله فوقف عليه المهدي فقال له أما رأيت الناس قد قاموا لم لم تقم قال يا أمير المؤمنين قد تهيأت للقيام فذكرت قول الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين فتركت قيامي لله تعالى يوم القيام الله فقال أسكت لقد قف شعري فأمر الناس أن يجلسوا لا أحد يقوم هكذا كان الخلفاء ليس الآن الآن لو تكلم رجل أمام أمير أو مسؤول بهذا الكلام ممكن لا تجده اليوم الثاني فيعني القضاء الحاجة أكرمكم الله لها آداب وأشياء وقد مرت معنا بعضها قال كتاب الصلاة بهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة وندخل في كتاب الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض وندب والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصي بالجملة في أربعة أجناس أعني أربع جملين ثم ذكر هذه الأربع وهي وجوب الصلاة يعني يتكلم عن وجوب الصلاة أولا ثم يذكر المسائل الواردة فيها ثم شروط الصلاة ثم إلى غيرها طيب قال المسألة الأولى في وجوب الصلاة طبعا هذه الأولى وجوب الصلاة هي من أربع جمل الأولى هذه وجوب الصلاة وفيها مسائل المسألة الأولى قال وأما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيها نعم لا داعي خصوصا في الكتب التي تذكر على سبيل الاختصار لا داعي تذكر أدلة الكتاب أدلة السنة فيما يتعلق بوجوب الصلاة نحن الآن في صدد ليس وجوب الصلاة نحن نتكلم فيما يتعلق ببعض ما يتعلق بمسائل الصلاة كعركانها وشروطها ومكروهاتها ومبطلاتها وسننها هكذا لكن إذا كان الأمر متعلقا بأركان الإسلام أو كان متعلقا بقضية حكم تارك الصلاة أو حكم ما يتعلق بذلك نذكر أولا أدلة الوجوب من الكتاب والسنة والإجماع وهذه المسألة مما يعني معلوم من الدين بالضرورة مسائل فرضية الصلاة فرضية الصيام الزكاة الحج هذه معلوم من الدين بالضرورة لذلك من جحد واحدا من هذه التي هي معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر لأنه ترك أو جحد أو كفر بشيء قد ذكر الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمع عليه أهل العلم إجماعا فلا يجوز له التراجع بعد ذلك أو جحد هذا المسألة الثانية عدد الواجبات من الصلاة كلنا يعلم أن الواجب من الصلاة خمس ولكن هناك خلاف في بعض الصلوات عند بعض الأئمة قال وفيه قولان قول مالك والشافعي والأكثر أن الواجب خمس صلوات فقط الثاني قول أبي حنيف وأصحابه أن الوتر واجب أبو حنيف زاد صلاة كما جاء في الحديث الصحيح إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم ألا وهي الوتر كما سيأتي معا وقد استدل المؤلف الرحيم الله تعالى للقول الأول بأدلة منها فرضية الصلاوات كانت ليلة الإصراع المعراج وكانت الصلاوات خمس وكانت الصلاوات الخمس يعني لم يرد أنها كانت صلاوات ست وحديثها في الصحيحين عندما فرضت صلاة الخمس ماذا قال في الحديث الصحيح عندما كان يراجع موسى محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم قال كم فرض عليك الله عز وجل قال خمسين صلاة موسى عليه الصلاة قال ارجع على ربك فاسأله التخفيف فوضع الله عنه عشرا وقيل خمسا ها كما الآن قال أربعون قال ارجع على ربك فاسأله التخفيف إلى أن وصلت إلى خمسين فقال الله عز وجل هن خمس بخمسين ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الآن نحن صلي كم صلوات الناس كلهم يصلون خمس صلوات قال موسى يا محمد ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإني قد عليت من بني إسرائيل ما عليت وإن أمتك لا تطيق وفي بعض اليومات في أكثر من خمس واليوم من يصلي ثلاث صلوات من يصلي أربع صلوات صلاة الفجر في بعض قواميس الناس غير موجودة قبل أيام عندي مواقع يعني فتاة والي النساء متخص يعني خاصة بالنساء فتقولي مرعاة يعني تقول أنا لا أستطيع أن أستيقظ وأنا أندم وأتمنى أني أصلي الفجر في وقت سبحان الله خصوصا من يعيش في بعض الدول كبلاد الحرمين مع الأسف السهر موجود عندهم فيسهرون خصوصا غير السعوديين يعني العاملون من غير السعوديين السعوديين ينتهي دوامهم صباحا إلى الظهر وإن عمل إلى الساعة الثامنة أو إلى صلاة العشاء لكن بعضهم يعمل إلى الساعة الثانية عشاء ليلا وزوجته تنتظر فيأتيها وتعد له العشاء ثم بعد قات أنا أقوم الليل ولكن بعد ذلك أتعب ما يأتي الفجر إلا وقد وأحاول أضع المنبهات وأضع الجوالات لكن فالشاهد يعني أنهم أنا نصحتها أن هذا لا يصح وكل ما يقول إلى حرام فهو حرام إذا كان السهر في الليل ولو كان في قيام الليل يمنعك من صلاة الفجر فقيامك هذا باطل وأنت ما ثم على ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا كان صلاة الفجر لا تتم إلا بأن تنام مبكرا فوجب عليك أن تنام مبكرا وقيام الليل قيام الليل وقته طويل من بعد صلاة العشاء لا تنعي الفجر الصادق ولهذا في الصحيحين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها من كل الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخر وانتهى قيامه إلى الصحة وحديثه بحرير ومدار وصية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أوصالي خليل بثلاث وأن لا أنام قبل أن أوتر أبوه هي هل ما كان يقوم الليل ولكن ضمانا لصلاة الوتر ألا تضيع عليه صلاة الوتر صلي قبل أن ينام يعني قد غلبته عيناه لا يستطيع لكن من ضمنا أن يقوم من الليل قبل صلاة الفجر مثل الآن عندنا معاهدنا ما شاء الله يستيقظ الطلاب ساعة الثالثة والنصر يأتي ويكمل نعاسه في المسجد لكن الأصل أنه يستيقظ يتهيى للصلاة كان السلف الصالح يصلون كما جاء في سورة المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلاثة لذين إلى أن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود وقيام داود قال وكان ينام سجسه يعني كان السلف يستحبون النوم قبل الفجر يصلي من الليل ثميناه حتى لو ذهب إلى صلاة الفجر وجهه كأنه استيقظ الآن وهو قد صلى من الليل الساعتين والثلاث والأربعة فهذا هذا كان دأب السلف رضوان الله عليهم أجمعين فالإنسان يحرص الرجل الذي كان غلام يوقظه عمر فذات صلاة الفجر علينا خطرا أما الآن في الفجر صف أو صفان وفي الجمعة عشرون صفا فهذا يعني لا يخرفنا المسلمون بهذا وهذا يهودي يعلم أن إذا كان إنسان لا يستطيع أن يغلب على شهوته أن يترك الفراش الوثير والمكيف والمرحة ويقوم لله تعالى لصلاة الفجر الفريضة فكيف سيقوم بفريضة الجهاد في سبيل الله ويقاتل اليهود أو النصار فقضية الصلوات يا إخوة قضية مهمة جدا لذلك ينبغي لنا الحص اليوم المجتمعات الإسلامية فيها الذي يظهر أن نسبة غير المصلين أكثر من نسبة المصلين أو غير ذلك صح لا أم أنا مخطئ عندما تدخل المسجد ترى المسجد يعني وانظر إلى الأسواق والمؤذن يؤذن بل حتى في صلاة الجمعة الخطيب يخطب والمؤذن يؤذن والناس يصلون وهناك من يعبث ويلعب ويلهو وهم من المسلمين وهو من المسلمين محسوب على أمة محمد أنه فرد من أفرادها ولذلك يا إخوة الله عز وجل عندما امتدح بعض الأنبياء قال وكان يأمر أهلهم للصلاة والله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليهم أبناء عشر سنين وفريقوا بينهم في المضاجع فإذا كان كل أب يأمر ابنه للصلاة بعد سبع وفي العشر يؤذبه تأديبا لما وجدت في مجتمعاتنا هذا التخلم ولذلك أقول وأنصح إخواننا خصوصا في أندونسيا أو في بعض الدول يعود طفله منذ سنتين أو ثلاثة أو أربع حتى يمل الطفل أو لا 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 اجعل دائما أقول لكم يا إخوة اعطي للطفل طفولته واعطي براءة الطفل لا تلزم الطفل الصغيرة أربع سنوات خمس سنوات تلزمها بحجاب رأيت قبل أيام يعني الطفل الصغيرة لا تتجاوز عشر سنوات لابسها بلقوع ويعني هي الطفل تحب أن تقلد لكن أنت لا تعطيها على هواها لا بس لكن لا تلزمها ثم إذا كبرت كرهت الحجاب قبل البلوغ بأشهر أو بسنة لا بد تعودها حتى تعتاد أو إذا بلغت العاشرة وهي ستبلغ مثلا تحيض في ثاني عشر أو ثلاث عشر بعد العاشرة تلبسها منديل يعني تغطي رأسها تقول لها يعني هكذا أما طفلة صغيرة فيعني أنت الآن تنتزع منها براءتها وأنت الآن قتلت فيها طفولتها هذا لا يصح كان الأطفال كان الأطفال في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ربما يؤتى من رضيع إلى المسجد أمه تأتي فإذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم يخفف في صلاة قال قد هممت أن أطيل في صلاتي فسمعت بكاء الصبية أو بكاء صبي فأسرعت في صلاتي خشية أن تفتن أمه لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أطال والأم تفتن ماذا تصنع بطفلها فالشاهد يا إخوة الرضيع لا بأس ومعض الملاحظ من بعض إخواننا يأتي بطفل صغير يعني يعبث في المسجد ويعطل على أبيه الخشوع وعلى الآخر وقد ذكرت لبعض الأساتين هذا الكلام قلت له وبعضهم ظن أنه من السنة أن يحمل طفله ويصلي لأن النبي صلى الله عشانه حمل أمامة بنت زينب فقلت لأحدهم لماذا لا تضع طفلتك صعب تحملها وشغلتني والطفل يلعب يعبث ما هو بنتك مثل يعني أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله الله قال ولكن يا شيخ السنة يعني أحمله ضعه هنا بجانبك ما في حدي صلي خلصا أيام ما كنا نصلي بالتباعد الاجتماعي جاء رجل الإمام أحمد بن حمد رحيمه الله تعالى فقال له يا إمام إن إبني تزوج امرأة فأمرته أن يطلق فأبى أن يطلق فقلت له إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلق الإمام أحمد ينضع إلى عقول فقال له عندما تكون مثل عمر بن الخطاب سيكون ابنك مثل عبد الله بن عمر يطيعك لكن من أنت فهذا الأخ يضعها يشغلك وبعض الأطفال ما شاء الله يعني يعبث بأبي ويركب على ظهر يا أخي الحسن والحسين ركب على ظهر النبي يا الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة هذا ابنك شغلنا يركب ثم يأتي إلى الجيران اللي حواليه ويعني يأخذ حتى قلت لهم الآن المصلون أصحاب النظارات يضع نظارته في الأرض صح نحن لما نصلي فيأتي الطفل صغير ربما ركل نظارته أو كسرها أليه الضمان أنت ضد لأن هذا هذا مكاني أنا الطفل مكانه بجانب أبيه إذا كان لا يعقل بعد سبع سنوات خلاص الطفل يبدأ يفهم ويعي ويعرف ما معنى المسجد فعلى العموم أنا في الحقيقة يحزنني هذا الأمر والمشكلة أني وجدت أنهم يتبعون السنة ظنوا طيب طيب ما هو دليل الجمهور على أن الصلوات خمس قلنا الدليل الأول أنها فرضت خمس في الإسراء والمعراج كذلك حديث العرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أخذنا اليوم في الصحيحين أخذنا في الصحيح البخاري قال ماذا افترض الله عليها قال خمس صلوات قال هل عليها غيرها قال لا إلا أن تطوع فهي خمس صلوات ماذا قال العرابي في الأخير والله لا أزيد عليها ولا أنقص ما أزيد خمس صلوات فقط لا أزيد فيها ولا أنقص منها فقال النبي صلى الله تعالى بعدما تولى أفلح إن صدق وفي رواية من أحب أن ينضع إلى رجل من أهل الجنة فلينضع إلى هذا لأنه يعني التزم أمام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقوم بهذا الأمر لا زيادة ولا نقصة وكذلك مما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال خمس صلوات في اليوم والليلة إلى أخير وحديث لصلت المرأة خمسها وصامت شهرها وطاعت زوجها وحصلت فرجها تخلت الجنة وحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانه شيء قالوا لا يا رسول الله قال كذلك الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا فضرب مثل حسن مسلم لو أن نهرا بباب أحدكم نهر بجانب بيت كل يوم تغتسل بهذا النهر كم خمس مرات هل يبقى من درانه ما معنى الدران يعني الوسخ قالوا كيف خمس مرات يغتسل قال كذلك الصلوات الخمس الشاهد هذه أدلة كثيرة وأنا فقط يعني ذكرت دليليني أو ثلاثة قال وَأَمَّ أَدِلَّةُ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْوِتْرِ فَقَدْ إِسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَأَلْشَلَّمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاتًا وهي الْوِتْرُ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وصحاه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع وإن كان هناك من ضعفه من أهل العلم وهذا الحديث صدر به أبو حنيفة رحمه الله تعالى وحديث خارجة ابن حذافة قال خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِصَلَاتٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرُ النِّعَمْ وهي الْوِتْرُ وَجَعَلَهَا لَكُمْ بَيْنَ صَلَاتٍ عِشَاءِ إِلَىٰ طُلُوعِ الْفَجْرِ وهذا الحديث رواه أبو داود والترميد وابن ماجة وصحاحه الألباني دون لفظ هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمْ ومنه حديث كذلك بُغَيْدَ الْأَسْلَمِي أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال الْوِتُرُ حَقٌ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا والحديث عند الإمام أحمد وابي داود ولكنه حديث ضعيف قلت الحديث الأخير ضعفه جماعة من أهل العلم ولكنه صحى بلفظ الْوِتُرُ حَقٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَحِدَةٍ فَمَنْ غُلِبَ فَلْيُوْمِئِ إِمَاءً والحديث رواه أبو داود والنسائي بن ماجا وصحى الشيخ الألباني رحيمه الله تعالى ولكن هذا الحديث يعني لا يُصِعِفُ الْأَحْنَاف لأن فيه الْوِتُرُ حَقٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْجُوبَ الْوِتُرِ لكن فيه وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَحِدَةٍ وَعِنْدَ أَبِ حَنِفَةٍ لَا يَصِحُ الْوِتُرِ إِلَّا بِثَلَاث وبهذا استدلل شافعي وأحمد جواز الْوِتُرِ ولو ركعةً واحدة ولهذا يا إخوة حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِدَّةٍ وَفِي رَيْشِرَةٍ فَمَنْ كَانَتْ شِدَّتُهُ إِلَى وَلِكُلِّ عَفْوَدٍ وَلِكُلِّ شِرَةٍ فَتْرَةٍ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّةٍ فَقَدْ اهْتَدَى وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى بِدْعَةٍ فَقَدْ هَلَكْ أو كما قال الصلاة أنت تصلي وتجتهد لكل عابد في البداية تأتي شدة ثم يأتي فتور كان يصلي الوتر أحد عشر ركعة ويصوم ثلين وخميس ثلاث يام من كل شهر ويحضر حلقات العلم ومجلس السماع ويحضر دروس وثم فترة بعد ذلك يمل إن الله لا يمل حتى تمل ور علينا اليوم في صحية البخار فأجل الآن أنت بين اختبارين اختبار يوديك إلى السنة ما زلت فيها واختبار آخر ربما يوديك إلى البدعة والهلكة تصلي الوتر أحد عشر ركعة فترت عصلت ستور إلى سبع إلى ثلاث إلى ركعة واحدة ما زلت في سنة حتى تعود بعد ذلك مر عليك فترة تصلي أحد عشر ركعة ثم مر عليك يعني سبع ثم خمس ثم ثلاث هنا الآن انتبه مر عليك أنت الآن في صراع مع الشيطان حتى ركعة الشيخ قال حديث صحيح الشيخ من الشيخ عارض إذا كان لنا في الدرس ركعة ثم يعاود النشاط لكل أحد منكم لمتان لمة للملك ولمة للشيطان يأتيك الملك ويقول لك إلى متى هذا الفتور يكفي ما تستهي تصلي ركعة فقط تعود إلى ثلاث إلى خمس لا بأس ما زلت في صعود ونزول في السنة لكن ترك الوتر الركعة التي كان يصليها ما يصليها ثم يترك النوافل الأخرى لأن الشيطان يقول أنت تركت أكثر السنة تأكيدا آكد السنة نوافل الوتر فما هي سنة الفجر سنة الظهر القبلية البعدية سنة المغرب ما لك مال الذي يصيح من الخلف شباب قوموا صلوا النافلة يا شباب يستهنوا بها ثم بعد ذلك يسمع النداء صلى في السكان لماذا قال تأخذت غلبني النوم ثم إذا صلى في البيت الإنسان قل أن تجد من يصلي في بيته ويحافظ على السننة القبلية والبعدية صح لا لا يقولي أحد الدعاة من الإخوة الطيبين في الغياض قال والله يا شيخ يعني كنت لا أجد في نفسي يعني خشوعا في صلاة هو إمامنا إمام مسجد الذي نصلي فيه قال حتى جاءني رجل من العوام يعني إنسان كبير في السن قال فشكوت له ذلك كنا نتكلم قلت له صلاتنا أصبح التروتين يعني ما تجد لها حلاوة فقال له شوف يا شيخ حاول تحافظ على السننة القبلية للصلاوات فستجد حلاوة للفريضة وستشعر بالخشوع لأنه كما يقول عزي بن عبد السلام وغير من هالعين النوافل إنما هي فتح طريق إلى الفريضة فعندما تبدأ أنت تدخل في النافلة إن حصل منك شيء من التغييرات أو شيء من عدم الخشوع كذا فتستعد في الصلاة تستعد في الصلاة لكن أول ما تأتي من الانشغالات وتدخل في صلاة فريضة ما زال عقلك مشغولا بما كنت عليه من قبل الصلاة صعل لا قال فلما حافظت على السننة القبلية صراحة وجدت وهذا القول ما زال هذا قبل سنوات يخبرني هذا رجل وما زال في خلدي يجول هذا الكلام وبالفعل وجدت هذا عند بعض الناس قال فهذه المسألة يعني مسألة مهمة إن الإنسان يحافظ لا يقول يعني خلاص الويت الواجب عند أبي حنيفة لكن نحن عندنا الحمد الله على المذهب نحن سنة وكان السلف يصلون النوافل والسنة لأنها سنة ونحن الآن نتركها لأنها هذه مصيم آه المسألة الثالثة قال على من تجب الصلاة قال المؤلف وأما على من تجب فعلى المسلم البالغ ولا خلاف في ذلك طبعا البالغ العاقل المسألة الرابعة ونقف عندها ذكر المؤلف في حكم تارك الصلاة أقوالا للعلماء القول الأول من ترك الصلاة عمدا وقد أمر أن يصليها فأباء ولكنه غير جاحد لها فحكمه يقتل كفرا وهو مذهب أحمد وإسحاق وابني المبارك هؤلاء قالوا يقتل ويقتل كافرا القول الثاني يقتل حدا كالذي يعني يزني وهو محصن يقتل هل قتله كفرا لا يقتل حدا يعني حده القتل ويأتي يوم القيامة وقد كفر الله عز وجل وهذا مذهب مارك والشافعي وبحنيفة وأصحابه الثالث يحبس ويعزل حتى يصلي وهذا مذهب الظاهرية ثم ذكر سبب اختلاف في ذلك واختلاف الأحاديث كما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دمى مرئ المسلم إلا بأحد ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق والحديث بهذا اللفظ يعني أورده الشافعي في المسرد والترميد ومن ماجا ولكن أصل الحديث في الصحيحيين فهذا الحديث استدل به من قال بعدم كفر وقتل تارك الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دمى مرئ المسلم إلا بإحداث ثلاث وبالمقابل استدل به من قال بكفره بل وقتله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والحديث عند أحمد والترميد وابن نماجا وصحاوه الألباني وحديث جاء بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيم قبل الأذان لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْيَ وَقَالَ الشِّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَصَلَى مُحَمَّدِ